السلام عليكم طلاب اليوم ناخذ موضوع سامية إنياس linear ordinary differential equation قبل ما ابدأ بالموضوع حبو الله شغلة احنا ما اخذيها سابقا دائما ال y' اللي هي تساوي dy الى dx مثل ما تحلمنا دائما البسط يكون dependent مقام independent باريا بغض النظر عن الرموز ممكن نستعمل dy الى dt dx الى dt اي رمز حسب ما تحبون المهمة يلبس دائما dependent وبالمقام دائما هذا قلنا نقدر نكتبه على شكل dy على شكل dy معنى المشتقة الاولى ايضا نضاعدنا مشتقة ثانية نقدر نكتبها dy الى dx ونقدر نكتبها dy تربيع y معنى المشتقة الثانية المشتقة الثانية لل y المشتقة الثانية لل y معناها dy الى dx من تشوفوها dy تربيع y معناها dy الى dx تربيع dy وحدها dy وحدها اللي هي dy الى dx dy تكعيب y معناها المشتقة ثرد 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 جميع هاي الحالات عندنا ال dependent variable 1 و ال independent variable 1 في بعض الحالات يوجد يوجد dy الى dx فالمعادلة بها dy الى dx وبنفس المعادلة تربيع مثلا dx dx الى dx الى dx الى dx الى dx قلنا هذان اثنين ال x و ال y يكون احنا ال t ماذا يكون and dependent هنا معناها معناها ال y و ال x ال y و ال x اثنين هذان يعتمدن على نفس ال variable اللي هو dependent variable وهنانا t اللي هو dependent variable وهنانا t فقط هاي علامة تتذكروها لان راح نحتاجها بس نرجع الموضوعنا اللي هو simultaneous linear ordinary differential equation لو فرضاً عدنا مجموعة مشتقات مجموعة مشتقات مضروبة في x و مجموعة مشتقات غيرها مضروبة في y تساوي q and t q and t هنا عدنا ال x dependent y dependent t independent و عدنا معادلة ثانية بمعاملات مختلفة في x زائد y تساوي فد دالة ثانية q q t هنا عدنا ال x وال y dependent و time independent معناها ال x وال y اعتمدن على ال time وهذا ال p مختصر polynomial معناها polynomial دلال تدي هنا polynomial 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 الرموز 1 1 2 1 1 2 1 2 جاية على اعتبار رح نفرض هذا الرو الأول هذا الرو الثاني كولوم أول كولوم ثاني فهذا p 1 1 جاي من رو 1 كولوم 1 1 2 رو أو 1 كولوم 2 رو 2 كولوم 1 رو 2 كولوم 2 كولوم 2 يعني نكتبها على شيء صيغة matrix هنا ال p اللي هو polynomial operator d اللي هو d الى dt هنا ال x وال y dependent هاي مهمة ال x وال y ال x وال y dependent وال t اللي هو independent طبعا شون نعلم independent لا يعني تعطى بالسؤال والمفروض تشوفوها منها يكون مشتقات بالنسبة لل x يعني d مضروب في x معناها dependent هنا ال d مضروب بال y ال d ال y dependent هنا ال فقط time معناها independent معناها independent إسه هاي شلون الحلين يوم راح نتعلم هاي شلون الحلين معادلتين راح نبدي بمعادلتين semiotaneous linear ordinary differential equation طبعا اول ما نبدي راح نحولها الى matrix form اللي هي ax تساوي بما اخذيها انتوا سابقا ال a اللي هي ال coefficient matrix ال coefficient matrix طبعا بعد مرة تبهن ال x تحت ال x و y تحت ال y فنجي نستخرج فقط المعاملات نجي نخليهن بهاي matrix نخلي نخلي x y اللي بالبداية x بعدها y نخلي x y تساوي right hand side اللي هو هذا q1t q2t نجي هاي فقط نحلها باي طريقة معروفة لكم راح نعتمد grammar rule grammar rule اللي هي ما اخذيها مرة عليكم بالمرحلة السابقة راح نوضحها بمثال complete find the complete solution of the simultaneous differential equation اللي هنذن الثنين المشتقة الاولى y prime زائد x تساوي t x prime زائد 4y يساوي 0 معادلتين آنيا بها ال x dependent ال x dependent وال y dependent ثنينات يعتمدن على ال time ثنينات يعتمدن على ال time مطينا two conditions two conditions لان نحنا من نحل ذن المعادلتين راح يطلع عنا من نحل ذن المعادلتين التفاؤلية راح يطلع عنا معادلتين linear equations linear equations المطروب ذن المعادلتين بيهن two constants two constants هذن two constants شون نتخلص من عندهن لازم عندنا two conditions مطينا اياها two conditions ليش two constants ليش two conditions ذن بالمعادلة الاولى اعلى order y prime معناها شنو معناها راح يطلع عنا معادلة المفروض بها واحد وحنانا اعلى order واحد اما فواحد وواحد اذا نحتاج two constants with two conditions two constants with two conditions طبعا اول ما نبدأ نحل ذن المعادلتين المفروض نكتب هنا بصيغة d فهنانا عدنا y prime نقدر نكتبها dy dy زائد x ننزلها نفسها تساوي t نخليها نفسها اهنانا x prime راح نكتبها dx بس نخليها تحت ال x نخليها تحت ال x ال 4 y نخليها تحت y فقط 4 y تساوي 0 راح نكتبها بصيغة matrix equation اللي هي ax equal b ما راح عليكم سابقا ال coefficient matrix راح نجي نستخرج d 1 4 d نجي نخليهن هنا ايه coefficient matrix نضربها بالمتغيرات اللي عندنا y و x طبعا حق من order لازم بالبداية y وبعدين x راح نخلي y x من اعلى الى اسفل تساوي right hind side اللي هو t 0 t 0 هذه معادلة بسيطة نقدر نحلها ب grammar rule طريقة حلها راح نبدى coefficient matrix نحسب قيمتها اللي هي d 4 و شون نحسبها هذا هذا في هذا ناقص هذا في هذا d تربيع ناقص 4 فيطلع هذا نبين لا يساوي صفر إذن there is a solution هذا لا يساوي صفر معنا ذلك المعادلتين ما ينحل معنا ذلك المعادلتين ما ينحل ما ينحل الكوفيشيت متركس هاي وبالبسط نجح نخلي نفس الكوفيشيت متركس لكن اول كولوم بها هذا راح نستبدله بالright hand side راح نخلي فقط t 0 وهذا نفسه يبقى 1 d الـ X نفس الطريقة يساوي نخلي مقام و بالبسط نخلي نفس المقام لكن ثاني كولوم نستبدله بالحد المطلق ثاني كولوم نستبدله بالright hand side اللي هو هذا يعني هذا مين اجه من نا وهنا نعلكم هذا مين اجه ايضا من نا ايضا من نا هاي عدنا معادلتين ننحلهم بشكل منفصل هاي شون الحل هاي طرفين وبوسطين فصير واي بقيمة هاي بيه هي راح تساوي دي في دي ناقص اربعة في واحد فتراح صير دي تربيع مينس فور مضروبة في واي تساوي هاي بهنانا راح تصير قيمتها دي في تي قلنا دي من يدخل على الـ الـ dependent variable رأسا يشتقة دي معناه مشتقة فدي في تي ناقص صفر دي تي دي في تي مشتقتها واحد مشتقتها واحد هاي معادلة نون هوموجينيوس وث كونستاند كوفيشينت راح نحلها شون نحلها قلنا نحل الكوفيشينت دي نحامول هنا الى صيغة الـ M حسب الطرق السابقة اللي خذناها بالمحاضرات السابقة فم تربيع ناقص اربعة تساوي صفر اذا الـ M يساوي زائد ناقص واحد برأسا زائد ناقص اثنين رأسا اقول complete solution يساوي C1 exponential M1 T زائد C2 exponential M2 T ليش T لان التي هنا عدنا هو الـ independent variable قدنا الـ X و الـ Y dependent والـ T independent فالـ M1 2 والـ M2 minus 2 الـ Particular Integral قلنا يساوي الـ Right Hind Side او مشتقاته هنان اكون نستاند رأسا تقولون الـ Particular Integral يساوي ثابت شون نستخرج هذا الثابت راح نعوض الـ Particular Integral بنفس المعادلة بنفس المعادلة هنا نحتاج مشتقة ثانية ما للـ Y لذلك راح نشتقة مرة و مرة ثانية اللي هي النصفارة نرجع نعوض ان يطلع الـ A minus four minus one over four minus one over four اذن السolution الـ Y يساوي Y complementary زائد Particular Integral الـ Y complementary هذا نفسه نجد نتالي هنا زائد Particular Integral اللي هو هذا ماينوس four نجي للـ X نجي للـ X نجي للـ X أما تنفس الحالة طرفين في وسطين D في D بصير D تربيع ماينوس four مضروبة في الـ X اللي هو Dependent تساوي D في زيرو اللي هي صفر ماينوس أربعة في T ماينوس أربعة في T هسا هذه أيضا معادلة ثانية نحلها بنفس الطريقة نحلها بنفس الطريقة نحلها بنفس الطريقة هنا سنسميه بس مجرد التسمية حيصر X complementary أما نفس الشي نحلها يطلع M1 و M2 ماينوس 2 بثنين نحط ثابت مون C نفسه لأن هنا عدنا ثوابت المفروض الثوابت غير فراح نقول K1 Exponential M1 T اللي هي 2 زائد K2 Exponential ماينوس 2 اللي هو هاي الـ M2 هاذي الـ M2 هاذي الـ X complementary هسا نريد Particular Integral ما لها هنا ما راح نسميه مثل معادلة سابقة capital Y راح نسميه capital X capital X هنا هنال right-hand side polynomial المفروض capital X particular integral يساوي right-hand side و جميع مشتقات هنا نعلى أس 1 فنكتب بولينوميا راح نسميه مثلا A1 T زائد A على أس 1 ليش لأن هذا على أس في واحد شون نحصل A1 والأينوت راح نجي نعوض particular integral بنفس المعادلة بنفس المعادلة فاش نحتاج نشتقه مرة و مرتين و نرجع نعوضهن هنا نرجع نعوضهن هنا نطلع عوامل مشتركة هنا T نحتاج نطلع عوامل مشتركة هذه ذنبذر نقولك إنما زائد صفر زائد صفر فمعاملات هنا يساوي منطلع قيمة A1 و أي كونستانت واحدة بعد من دخل الأربعة طبعا يساوي صفر نطلع P particular integral X بعد تعوية والثوابت يطلع T بعد تعوية والثوابت يطلع T و الآن لا تلاحظون هنا كم ثابت طلع عدنا هذه معادلة طلع بها C1 C2 وهذه المعادلة نحلها K1 و K2 قلنا نحن نحل معادلتين آنيين معادلتين آنيين المفروض ومطينا two conditions المفروض نحصل على ثنين كونستانت أنا أمود نستخدم نظن كونستانت نظن كونستانت نظن دائما هنا نظن أربعة نحل معادلتين كل واحدة ثانين 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 كون 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 نتخلص من ثانين ما سنفعل هنا قيمة Y قيمة وهنا قيمة заб 9 R ثانين يجب يجب و nadie sólo ن letters هذه و نحن ب هذه هي المعادلة الثانية هذه Equation 2 عدنا قيمة X هذا X ما نحتاج X' و راح نشتاقه و نخليه هنا زائد 4 في Y ال Y عدنا قيمته هذا نجي نخلينا يساوي صغر و نسحب عامل مشتركة Exponential 2T و نخرج عامل مشتركة من الكلب فش يبقى 2K1 و هنا عدنا زائد 4C1 و نسحب Exponential minus 2 هنا عامل مشتركة minus 2K2 زائد 4C2 يساوي صفر هذا معنى شنو معنى شنو معنى 0 مضروب في Exponential 2T زائد 0 مضروب في Exponential minus 2T minus 2T ليش لان هذا صفر فنحن نستخدم Exponential 2T و Exponential minus 2T لان هنا عدنا Exponential 2T و Exponential minus 2T معناها شنو معناها هذا القوس اللي هي Exponential 2T يساوي صفر يساوي صفر اللي هو هنا ونحن نستخدم احدى الثوابت تبدلات الآخر فأنتو كيبكم ماذا تريدون راح ناخذ K1 يساوي minus 2NC و أيضا عندنا هذا القوس يساوي صفر يساوي صفر يساوي صفر همات نفس الشي راح نطلع K2 بدلات C2 نرجع نعوضهم بالمعادلات حتى نتخلص منه K1 و K2 فالK1 وين يروح هذا نعوض هنا و عندنا هذا نعوضه اهلا راح تصفاننا معادلتين الوايو تبقى نفسها طبعا 3C1 و C2 وهي راح تتحول هذي راح تبقى بدلات C1 و C2 لكن هذي راح أصير بدلات C1 و C2 أيضا بعد ما نعوض نذني المعادلتين نذني نذني راح يصيرها Y1 هاي قيمته القصد Y هذا قيمته وال X هاي قيمته هذا complete solution هذا نصرح ل complete solution complete solution solution كيف complete solution لأن B ثوابت B ثوابت 2 بعد ما نتخلص من ذن الثوابت الحل الذي يطلع النهائي يصبح particular solution particular solution ما نتخلص من الثوابت بالسؤال بالسؤال قال لنا Y عندما T يساوي 0 قيمته 1 وال X عندما T يساوي 0 قيمته 1 نعوض بال complete solution هنا هنا Y بال T يساوي 0 يساوي 1 نعوض هنا نعوض 0 يطلع عنا قيمة Y تطلع عنا معادلة بين C1 وال C2 بين C1 وال C2 وهنا نعوض عندما T يساوي 0 X قيمته ناقص 1 تطلع عنا أيضا معادلة بين C1 وال C2 نحل هن آنيا معادلتين خطية نحل هن آنيا يطلع C1 7 على 8 وال C2 3 على 8 طبعا ذنين تتحلوهم وليس يطلع فراكشن تقدرون تطلعوا بالدزواء يعني بيبوينتات كيف يقوم نرجع ذن C1 وال C2 نرد نعوضهم بالمعادلات C1 C2 C1 ذن قيمهن C1 C1 هن آنيا C2 أيضا C1 C1 C2 يطلع هذا Particular هذا Particular Solution هذا Particular Solution موكو Particular Solution هذا عدكم مثال حلو انته المعادلتين موكو سميه Tinias Linier Diferential Equation ما مطينا ونقطعنا ثري كونديشان لانهن على أوردر ثنيا وهنه على أوردر واحد ثنيا وواحد ثلاثة وسنحترى بعد منحل هذا المعادلتين راح يطلع عنه ثري كونستانس راح يطلع عنه ثري حتى نتخلص من عندهم عندنا ثري كونديشنز ثري كونديشنز طبعا هاي اول ما تبدونا تحلوها تكتبوهنا بصيغة الدي هنا عندنا واي دبل براين راح نكتبها دي تربيع واي هنا اكس زائد اكس زائد واي يبقى يساوي صفر هنا اكس نكتبها دي اكس زائد الواي براين دي واي دي واي تساوي نرتب الواي تحت الواي والاكس تحت الاكس هاي الصورة راح يصيرها هاي الصورة راح يصيرها هاي الصورة راح يصيرها نحولها الى matrix equation ونحلها مثل ما تعلمنا بالمثال السابق مثل ما تعلمنا بالمثال السابق نانا راح بهذا الحل راح تطلع لنا ثوابت عدد المخروض ثوابت ثوابت ثلاثة الكل واحدة ثلاثة الكل واحدة ثوابت اللي هو الميكسينج ان تانكس طبعا احنا ما اخذين هذا الموضوع بالفيس اوردر لكن كان عدنا سابقا فقط تانك واحد فقط تانك واحد اكتبناها لمعادلة تفاضلية وحليناها على مو نحسب بالتانك ماريتكم متراجعوه لان ذلك متعلق بهذا المثال اهنان two tanks are connected as shown below tank one tank two الفيس تانك contains initially 100 liter of brine with 50 newtons salt tank one volume 100 liter 50 newtons salt tank two tank two نفس الشيء 100 liter 20 newtons salt 20 newtons salt starting from time zero يعني add two 0 pump ادنا هذا tank add two 0 داخله six liter per minute pure water خارج من عدة 8 liter per minute رايح للتانك الثاني التانك الثاني خارج من عدة 6 liter per minute للخارج وخارج من عدة أيضا 2 liter per minute يروح للتانك الأول يروح للتانك الأول المطلوب بالسؤال if the brine in each tank is kept uniform by steering هذا ادني اكو بيهن خلط مستمر بحيث يصير complete mix complete mix two tanks find the amount of salt of each tank as a function of time as a function of time يريد التركيز اللي هو وحدات mass الوحدات volume بكل تانك وية الزمن بكل تانك وية الزمن شنون راح تتغير فاول ما نبدأ نحله راح نفرض ال weight weight of salt in tank one at any time راح نفرضه x وال weight of salt at any time بالتانك الثاني نفرضه y weight يعني وحدات mass فالvolume بالتانك الاول 100 لتر وبالتانك الثاني 100 لتر واذا تلاحظون التانك الاول التانك الاول مجموعة اللي داخله ثنيين بثنيين اللي خارج ثمانين التانك الثاني خارج ثمانين بستة يعني ثمانية وداخل ثمانية يعني بكل تانك ال in يساوي ال out ال in يساوي ال out ثمانية ال out ثمانية ال out ثمانية أيضا ال out ثمانية أيضا ثمانية نقول ال concentration الثانك لقد التركيز هنا at any time يساوي x على 100 ال x نحن فرض مع ال wait at any time المية اللي هي ال volume اللي هو دائما ال constant هنا ال volume 100 ليش constant دائما لان ال in يساوي ال out هنا ال in يساوي ال out فx على مية concentration of salt in tank i y على مية concentration of salt in tank 2 in tank 2 راح نجي نكتب معادلة تفاضلية تصف التغير بال mass بالتانك الأول وهي الزمن ونفس هنا نكتب ونكتب معادلة بنفس الصيغة للتانك اثنين للتانك اثنين بالتانك الأول اش راح اقول dx الى dt اللي هي مقدار تغير ال wait وية الزمن مقدار تغير ال wait من الزمن يعني بالبسط هنا لدينا وحدات mass وبالمقام لدينا وحدات time وحدات time يساوي التصريف في التركيز الداخل ناقص التصريف في التركيز الخارج التصريف في التركيز الداخل لدينا 6 في صفر داخل منها 6 لتر التصريف وقال لنا pure water معناها التركيز 0 داخل ف6 في صفر مننا اش داخل لنا داخل لنا 2 لتر ميت التركيز رح يساوي y y على 100 يعني هنا نقدر نكتب x على 100 وينانا y على 100 مضروب بالتركيز الخارج اللي هو X عالمية هذا X عالمية نبسطها هاي المعادلة تطلع منها DX إلى DT 9.02Y 0.08X 0.08X هاي معادلة رقم واحد نجي نكتب نفسها للتانك 2 التانك 2 لنستخدم إحنا Y فDY إلى DT مقدار تغير المعادلة يساوي تصريف بالتركيز الداخل ناقص التصريف بالتركيز الخارج الداخل 8 8 في X عالمية اللي خارج ناقص 2 في Y عالمية ناقص 6 في Y عالمية كأنما ناقص 8 في Y عالمية نبسط حتى تضع لنا هاي المعادلة رقم 2 هاي المعادلة رقم 2 ناقص 9 في X و Y و X و Y يعتمدون على T ناقص 9 في T ناقص 9 في T أول ما نبدأ نحن نكتب هنا بصيغة D هنا عدنا DX ننقل هذه هنا هنا minus point O 8 في X ناقص ال Y عدنا بس point O 2 رح ننقل لهذا الطرف واشغر يصير minus point O 2 Y تساوي 0 تساوي 0 هذه المعادلة بالنسبة لل Y عدنا D Y عدنا D Y هنا minus point 8 minus point 8 Y فرح نخليها تحت Y مباشرة هذه بالنسبة لل X عدنا بس minus point O 8 X ننقل ها إلى هنا نخليها تحت X تساوي 0 تساوي 0 بالطرف الأيمن دائما مو دائما هنا طرع عدنا 0 هاي الحالة فهذا هذه معادلة معادلتين آنية شلون ننحل هين راح نكتب هنا بصيغة الميتريكس فور ننطلع الكوفيشينت اللي هو هذا وهذا وهذا ننجي هذن نترس هاي الكوفيشينت ميتريكس تساوي X وال Y هذا X وهذا Y عدنا فننجي نخلي فوق X Y تساوي Right Hand Side اللي هو صفر هذا صفر هذا صفر ونحلها كما في المثال السابق كما في المثال السابق هذا الحل ما لل X وهذا الحل ما لل Y الحل ما لل Y تلاحظون هنا لازل طلع عنا طلع عنا X as a function of T with two constant C1 وC2 وطلع عنا Y as a function of T بأيضا C3 وC4 فعدنا C1 وC2 C3 وC4 4 constant احنا المفروض عدنا هنا two constant two constant بأيضا نكتب واحد بدلال الآخر كيف نفعل هذه العملية سنأخذ X Y ونعوض بإحدى المعادلتين ونعوض بإحدى المعادلتين هنا نحن معوضيهم بالمعادلة الأولى بالمعادلة الأولى يعني ذن بعد التعويض واستخراج عوامل مشتركة واستخراج عوامل مشتركة راح يطلع عندنا C3 يساوي minus c2 عندنا c4 يساوي 2 c2 نرجع نعوض هنا و هنا راح المعادلة الأولى توقع نفسها بدلات c1 c2 الثانية راح اصير ايضا بدلات c1 c2 ثوابérience نضع ثابت c1 x ثابت 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 ऴ وطعنا ادتي يساوي صفر نستنتجل طبعاً مني الحل ادتي يساوي صفر ما تدهى الاتس هنا حمسين معطا المرة هنا، ادتي يساوي صفر حمسين وطعنا إلى وقم الشهارة المعادلة وهذه المعادلة وهذا يطلعًا العديد 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 Ball و lysiãoيجز جائز من نميذ الأع Vladimir هذا الخطوعة سيص sleeves التركيز مال الملح بالتانك الأول بأي زمن وهنانا التركيز مال الملح بالتانك الثاني عند أي زمن